أهلاً أحبائنا مشاهدينا من حول بحيرة طبرية الجميلة رح أتكلم عن المسيح والسلام الحقيقي هذه المنطقة الجميلة المنطقة الشمالية عادةً يعني هادئة وفيها سلام المنطقة حول بحيرة طبرية جميلة جداً هذه البحيرة تشهد عن تاريخ حافل في أيام المسيح والرسل المسيح عاش حول البحيرة في منطقة كفر نحوم كان يخدم في المدن والقرى المحيطة كان يشفي كل ضعف وكل مرض وكان يصنع المعجزات ويعلم التعليم المتميزة الفريدة هذه البحيرة الجميلة لها أسماء كتير بحيرة طبرية بحيرة الجليل بحيرة جنسرات بحيرة الكنيرت هذه البحيرة أحبائي تشهد عن عمل يسوع المسيح وأنا في هذا المكان قريب من قرية المجدل بلد مريم المجدلية مريم الأخرج منها يسوع سبع شياطين وصارت تلميزة ليسوع المسيح وتبعته حتى الصليب وإلى القيامة وكانت أول شاهدة لقيامة يسوع المسيح الجدير بالذكر أن هذه المنطقة الجميلة وهذه الوادي يسمى وادي الحمام وهذه قرون حطين بيأتي منها الهواء يصطدم في البحيرة فتتسبب العواصف حتى في هذه البحيرة الصغيرة صغيرة لأن طولها 22 كم عرضها 12 كم وأيضاً هي 212 متر تحت مستوى سطح البحر الأبيض المتوسط ترجمة نانسي قنقر